في سياق منفصل علنت العاصمة الإدارية الجديدة جاهزية الكاتدرائية لإقامة أول قداس لعيد الميلاد المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة وقامت المصريون بجولة في الكاتدرائية للوقوف حول اللمسات الأخيرة بها بينما عقد مدراء الأمن بالمحافظات اجتماعات مع القيادة الأمنية لمراجعة الخطط الأمنية لتأمين الكنائس سيادة العميد كيف تقيم حرص الرئيس السيسي على المشاركة في أول قداس بالعاصمة الإدارية الجديدة وهل هناك رسائل من هذا يتم توجيهها ضد من يطالب خارجيا بإصدار قوانين لحماية الأقباط في مصر والحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد غير مسبوك أن رئيس الجمهورية في مصر يعني يحرص على حضور القداس للأخ المسيحيين سواء في عيد القيامة المجيد أو عيد الميلاد المجيد توجه آخر استراتيجي وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مشاريع التنمية على رأسها العاصمة الإدارية أن يتحط الكنيسة والمسجد في تصميم المدينة أو التجمع الجديد فدي الحقيقة بتوصل الموضوع بدل ما يبقى فيه مدينة وبعد كده تتعامل الكنيسة وبعد كده أقولك ويحصل اللي بيحصل في الطريقة القديمة اللي كانت مصر شغالة بيها لكن اللي أنا عايز أقوله أن اهتمام الرئيس والوحدة الوطنية في مصر ده طبعنا مش بنعمله عشان نقول للعالم أن احنا عندنا وطنية أو وحدة وطنية أما تقارير الكونجرس فالكونجرس يعني يحكم على أمريكا ولن يحكم على مصر كنيسة وطنية شعب مؤمن بالوحدة الوطنية وبنحايل أمن الحقيقة بممناسبة اجتماعها مدينة الأمن يعني أنا بشاهد الحقيقة تواجد أمني غير مسبوك في شوارع القاهرة تأمين للكنيس غير مسبوك وإن أتمنى يعني ربنا يعدي الأيام بذات الأيام الأعاد لكن التأمين مستمر على مدار العام عشان نوصل رسالة للجميع أن مصر قادر على التصدي الإرهابيين فيما يتعلق باستهداف المصريين بشكلهم